مساء الخير إذن نبدأ غرفة الأخبار الليلة بالتطورات في لبنان الجيش الإسرائيلي يعلن قتل القيادي في الجماعة الإسلامية بلبنان أيمن غطمه في استهداف سيارة كان يستقلها بالبقاع الغربي مؤكدا أنه كان مسؤولا في مجال إمداد السلاح لحركة حماس في لبنان بالتزامن مع ذلك أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في الذراع العسكري لحركة حماس رائد سعد في هجوم استهدف مخيم الشاطئ بمدينة غزة هذه الاغتيالات الإسرائيلية المتصاعدة للقادة الميدانيين في حماس وحزب الله والقوى الموالية لهما تثير تساؤلات حول حجم الاختراق الاستخباراتي في صفوف هذه الجماعات تعالنا نلقي نظرة عن كثب على أهم هذه الاستهدفات في الفترة الماضية منذ بدء التصعيد في غزة وعلى الحدود الجنوبية للبنان في أكتوبر الماضي استهدفت إسرائيل العديد من الشخصيات العسكرية والسياسية البارزة من الجانبين فلنتعرف على أبرزها ونبدأ بآخر شخصية تم اغتيالها حتى الآن يتعلق الأمر بالقيادي في الجناح العسكري لحماس رائد سعد الذي قضى في هجوم على مخيم الشاطئ قبلها بيومين فقط أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال عباس إبراهيم حمز أحمادي المعروف باسم فضل إبراهيم هذا القيادي لدى حزب الله كان يشغل منصب قائد عمليات قطاع الجو إذن في حزب الله وقتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في دير كيفا جنوبي لبنان أوائل الشهر أيضا استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل طالب سامي عبد الله القائد العسكري الكبير بحزب الله وإلى جانب طالب عبد الله قتل أيضا في الغارة التي استهدفت منزلا في تلك المنطقة علي سميح صفان ومحمد صبرة وحسين محمد حميد علما أن تل أبيب أفادت في السابق بمقتل أكثر من ثلاثمائة من أعضاء الحزب وفي مارس الماضي كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حركة حماس فائق المبحوح خلال ما وصفه بنشاط في مستشفى الشفاء في قطاع غسة أما في شهر فبراير الماضي فأكدت إسرائيل اغتيال القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله علي محمد الدبس واثنين من مساعديه في غارة جوية دقيقة نفذتها طائرة تابعة للجيش على منشآة عسكرية للحزب في النبضي ولعل من أبرز الأسماء التي انضمت إلى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية هذه السنة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي لقي حتفه في ضربة إسرائيلية جوية استهدفت مقرا للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت في شهر يناير الماضي ومع اشتداد هذا التصعيد خلال الأسبوع الأخيرة لسيما على الجبهة الشمالية تعود بنا الذاكرة إلى تهديدات رئيس الموساد السابق حينها قال يوسي كوهين بأن إسرائيل تعرف الموقع الدقيق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وبإمكانها القضاء عليه في أي لحظة ترجمة نانسي قنقر